السلام عليكم يا شباب وانت راكبة العربية بتاعتك قبل كده هل لخصت ان المغاية الجانبية العربيات اللي بتبان فيها بتبقى اقرب؟ بل دولة انها بقت بتكتب على المغاية بتاعت العربية ان الاجسام اقرب من الواقع العبارة دي اشارة تحذير او بمعنى اصالها اخلاق مسئولية ما تتحكش عليها هدفها تخفيض التصورات الخاطئة حوالين المسافات عند المغاية يعني السواء لما بيبص في المغاية ويشوف عربية العربية دي في الحقيقة بتبقى اقرب والحاجة الوحيدة الكويسة ان مغاية الركاد دي بتشوه المسافات شوية بين الاجسام والسواء تزايد ان هي بتحسن ادراك السواء للمسافات وكده هيتجنب الحوادث طيب خلونا كده ندخل شوية في علوم الضوء والمغاية ازاي نوع معين من المغاية ممكن تشوه الحجم وبالتالي هتشوه المسافة طبعا سهل جدا عليك تقول ان العربيات اللي بتبان في المغاية صغيرة اصغر من الواقع كل اللي هتحتاجه هنا انك تفحص المغاية وتبص على كتفك الشمال وده السبب في ان العربيات بتبان ابعد لان كل ما الصورة تزرق كل ما يبنت ابعد فدمغنا هنا بتقارن بين حجم العربية اللي باين في المغاية وحجمها في الواقع وفتصورنا كل ما العربية تبان ازرق كل ما تزيد المسافة دي مش الحاجة الوحيدة اللي بتحصل وعلى فكرة بعض العربيات ده ليه تأثير جانبي يعني من قال مع الخواص الفيزيائية ان انت ما بتقدرش تشوف الضوء لحد ما يحصل حاجة ولما بيرتد الضوء على جسم العنينة فبينشوف صورة بيدفع للضوء بطرق مختلفة مع اختلاف سمات الاسطح اللي بيسقط عليها زي الملمس اللون وده بيمتج بيانات بصرية بتفسرها عنينة زي صورة لما بينعكس الضوء من على صورة مثلا في مغاية مسطحة فبيرتد في نفس الاتجاهات اللي ضربها وما بيتغيرش مصار الضوء المعتد لعنينة اللي جايب معه بيانات الصورة دي وبعد كده عنينة بتبني صورة الجسم ده بشكل مطابق للواقع حيناء المغاية بقى بيغير مصار الضوء المنعكس لعنينة يعني لو حنت المغاية وبقت محدبة كده وده فعلا اللي في العربيات ده اللي في المغاية بتاعت العربيات فهنا لما الضوء يسقط على المغاية فالمغاية هتغير تصرف الضوء هينعكس الضوء لعنينة بمصار كده مش منتغير نسبية لان الضوء بيضغب المراكز اللي هي بعيدة في المغاية مش المركز المحدة بنفسه وساعتها هيحصل تباعد وانتشار لآشعة الضوء المنعكس قبل ما توصل لعنينة فلو الضوء بقى هينزل على مغاية العربيات لو آشعة الضوء جايه وجايبة معه صورة عربيات فالآشعة دي بتسافر بره قبل ما توصل عينك فعلشان كده العربيات اللي انت شفتها بعينك مش هي العربيات اللي تعكست عن طريق الضوء يعني مش في نفس الموقع اللي ظهر لعنينة بالظبط وهنا هي النقطة المحورية لان موجات الضوء المتبعدة مش هتتقاطع إلا لو استمرت من خلال المغاية للجنب التاني فصورة العربيات اللي وراء المغاية على مسافة أكبر من عينك عشان كده مغاية الدكتور أندرو هكسل وده برافصات في الرياضيات لازم نضكك فيها لانها بتظهر البيانات ان مجال رؤيتها ثلاث أضعاف المغاية الجانبية للسواء وتشويه الصورة اللي بتنتجه مهمة لعمليا وبيتم استخدامها دلوقتي في أمريكا والمغاية دي قريب جدا هتبقى في الدول الأوروبية كلها وبيقول أندرو هكسل مستوحى لاختراع بتاعه ده من كورة الديسكو لحد ديبا خلصة حلقتنا المصادر يفعلها تحت في الديسكريبشن السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة